جهود غير مسبوقة تقدمها الدولة للعديد من الشرائح المجتمعية والعمال والمزارعين والصيادين ومن ضمن تلك الجهود ما قدمته الدولة من توزيع 24 مركبا للصيادين بقرية الطويصة بوصوان بناء على توجهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالصيادين في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالصيادين وتقديم الدعم لهم تم توزيع 24 مركبا للصيادين بقرية الطويصة بمحافظة أسوان دعم تم تقديمه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور نائب محافظ أسوان غاد أبو زيد والسفير الكويتي بالقهرة غانم السقر الغانم وتم تسليم مراكب صيد حديثة للصيادين مزودة بمتور وشباك صيد ومعدات صيد حديثة كاملة وذلك لمساعدة الصيادين في تحسين مستوى معيشتهم واستثمارا لمهارتهم التي اكتسبوها في الصيد الصيادون من جهتهم عبروا عن فرحتهم الغامرة وشكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منحهم أملا جديدا في الحياة من خلال توفير حياة كريمة لكل المصريين محافظة أسوان وقرية الجعافرة والحربيات والطويسة بتشهد عيد النهاردة امتدت لنا يد القيادة وغرقتنا بخيرها فنشكر القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس ومجلس الوزراء والجهات المانحة للمشروع دوت المشروع دوت فعلا حيفتح بيوت وفعلا حيحقق عائد مش للأصحاب المراكب بس لا حيحقق عائد كمان للناس الموجودين في البلد شكرين القيادات السياسية والتلفزيون والناس والمحافظة على رأسهم والسيد الوزيرة شكرين جدا 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 على العمل الرائع لفتح باب الرزق لفتح باب الرزق للشباب والناس كله يعني والحمد لله ويأتي هذا الدعم من خلال التعاون التنموي والخيري بين مبادرتين مراكب النجاح والمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات لأهالي الكرة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية والمناطق الأكثر احتياجانا